كيف؟ كيف يا فقر الدين؟ كيف؟ قاتلك الله قاتلك الله هذا هو دفاعك عن المدينة؟ هكذا؟ تسلم المدينة دون قتاد؟ كنت أقول إن فقر الدين هو أثبتنا ويذلك تهرع إليك الصبي المذعور معركة من أهم وأشرس المعارك التي خاضتها مصر عندما تحالفت أوروبا وهجمت على مصر والقاهرة والمنصورة هذه المعركة أثبتت للعالم كله أن مصر في هذا التاريخ كانت قاعدة الإسلام ومركز القوة ولولا مصر لسقطت البلاد الإسلامية في المشرق الإسلامي فلله درك يا مصر كيف قدت العالم العربي والإسلامي كله في هذه الفترة الحرجة في التاريخ فمصر هي التي كسرت أنف المغول ومصر هي التي دقت عنق الصليبيين مجتمعين وعلى رأسهم ملوك أوروبا قبل أن ننطلق في هذه المعركة المهمة جدا في التاريخ أدعوك للاشتراك في قناة أسطر والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا وحتى يصلك كل جديد في عام 1220 ميلاديا قام المغول بقيادة جينكيز خان بمهاجمة الدولة الخوارزمية ودمروها مما أدى إلى تشرذم الخوارزميين وشرود أجنادهم الذين راحوا بعد زوال دولتهم يعرضون خدماتهم على ملوك الممالك الإسلامية المجاورة وكان من أولئك الملوك السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب الذي رحب بهم واستفاد من خدماتهم خاصة في الشام في عام 1244 ميلاديا استولى الخوارزميون حلفاء الصالح أيوب على بيت المقدس شن الصليبيون هجوما بريا ضخما على مصر ولكنهم هزموا هزيمة منكرة عند غزة على يد الأمير ركن الدين بيبرس انتهت المعركة بهزيمة الصليبيين وحلفائهم هزيمة كبرى مما مكن المسلمين من فرض سيادتهم الكاملة على بيت المقدس وبعض معاقل الصليبيين في الشام وكان لسقوط بيت المقدس في أيدي المسلمين صدى قوي في أوروبا ويشبه صدى سقوطها في يد صلاح الدين الأيوبي في عام 1187 مما جعل الأوروبيين يدعون إلى قيام حملة صليبية كبيرة تمكنهم من استعادة بيت المقدس مجددا وكان ملك فرنسا لو ستاسع من أكبر المتحمسين للحملة الجديدة كان الصليبيون يدركون أن مصر التي صارت تمثل قلعة الإسلام وترسانته ومصدر القوة البشري الرئيسي للمسلمين باتوا يدركون بأن مصر هي العائق الرئيسي الذي يعترض طموحاتهم لاسترجاع بيت المقدس وأنهم لن يتمكنوا من احتلال كل الشام وبيت المقدس دون الإجهاز على مصر أولا ولذلك قرروا لغزو مصر لقد أقر البابا نظري القديم وأمرني بحرب لا هودة فيها على العرب ما هو هدف الحملة الأول؟ موطن حكمهم ومركزه يا روبرت تعني بغداد؟ بغداد حاضرة الخلافة ومصر هي البوابة التي ستقودنا بسهولة إلى بيت المقدس لذلك سيكون هدف الحملة الأول هو مدينة دنيات إنه الثغر الأكثر حساسية إن أخذناه سنتمكن من العبور إلى مصر وفلسطين فنستعيد حكم مملكة بيت المقدس من جديد في عام 1244 ومباشرة بعد هزيمة الصليبيين عند غزة قام بطريق بيت المقدس بإرسال الرسالات إلى أمراء أوروبا وملوكها يطالبهم بإرسال إمدادات عاجلة إلى الأراضي المقدسة لمنع سقوط مملكة بيت المقدس بالكامل وبذلك منحت الكنيسة الأوروبية التأييد الكامل للحملة الصليبية السابعة التي سيقودها لوس التاسع ملك فرنسا وقاموا بالترويج للحملة في كافة أنحاء فرنسا وفردت الضرائب على الناس لتمويلها ووافقت جنوى ومرسيليا بإرسال الإمدادات إلى هناك وكان من أهداف الحملة الصليبية السابعة هي هزيمة مصر لإخراجها من الصراع والقضاء على الدولة الأيوبية بشكل كامل التي كانت تحكم مصر والشام وإعادة احتلال بيت المقدس ولتحقيق ذلك جهز الصليبيون الحملة بتأنن في ثلاث سنوات وحاولوا إقناع المغول بالتحالف معهم ضد المسلمين حتى يتمكنوا من تطويق العالم الإسلامي من المشرق والمغرب مما يصاعب على مصر القتال على جهتين في آن واحد فيسهل عليهم الإطاحة بالعالم الإسلامي بضربة واحدة أرسل الباب الرسل إلى المغول يدعوهم للتحالف للقضاء على المسلمين بشكل كامل إلا أن رد المغول جاء مخيبا لآمال البابة إذ رد عليهم برسالة تطلب منهم الخضوع للمغول أولا والحضور إليهم مع كل ملوك أوروبا لمبايعتهم على العالم وبذلك لم يتمكنوا من عقد التحالف بالصورة المطلوبة في عام 1248 أبحر لويس من مرفأ إيجو وتبعته سفن أخرى من نفس المرفأ ومن مرسيليا وكان الأسطول الصليبي ضخما ويتكون من نحو 1800 سفينة محملة بنحو 80 ألف مقاتل بعتادهم وسلاحهم وخيولهم وبكل شيء أراد الملك لويس التوجه مباشرة إلى مصر لكن مستشاريه وباروناته فضلوا القيام بوقفة تعبوية لتجميع كل السفن وتجميع كل المقاتلين قبل التوجه إلى مصر فتوقف بجزيرة قبرص حيث انضم إليه عدد كبير من بارونات سوريا وقوات من فرسان المعبد المعروفون بالداوية وتوقف الحملة الصليبية في قبرص أدى إلى تسرب أنبائها إلى مصر قبل وصول سفنها إلى المياه المصرية ويقال أن فريدريك الثاني الذي كان في صراع مع باب الكاثوليك بعث إلى السلطان أيوب يخبره بإبحار لويس التاسع لغزو مصر مما منح السلطان أيوب فرصة للاستعداد وإقامة التحصينات بعد ذلك أكمل لويس مسيره نحو مصر وأثناء التوجه إلى مصر وقعت عاصفة بحرية قوية تسببت رياحها في جنوح نحو سبعمائة سفينة جنحت إلى سواحل الشام بدلا من سواحل مصر أما في مصر فقد كانت أنباء عزم الفرنج على مهاجمة مصر قد وردت فأنهى السلطان الصالح أيوب حصاره لحمص وعاد من الشام إلى مصر بسرعة بسبب مرضه الشديد ونزل عند قرية أشموم على البر الشرقي من الفرع الرئيسي للنيل وأصدر أوامره بالاستعداد وشحن ديمياط بالأسلحة والأقوات والأجناد وأمر نائبه بالقاهرة الأميرة حسام الدين بن أبي علي بتجهيز الأسطول وأرسل الأميرة فخر الدين يوسف على رأس جيشا كبيرا ليعسكر في البر الغربي لديمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدمه طلب البارونات والمستشارون من الملك لويس التمهل حتى وصول السفن الجانحة بالشام ولكنه رفض بحجة أن ذلك سيعطي مهلة للمسلمين كما أنه لا يوجد مرفأ في الطريق يمكن أن ترس فيه السفن مما يعرضها للجنوح إلى مناطق بعيدة بفعل الرياح القوية ودخلت سفن الفرنج المياه المصرية ووصلت شاطئ ديمياط ورست بإزاء المسلمين وراع المقاتلين الصليبيين وهم ينظرون من فوق أسطح سفنهم راعهم كثرة أجناد المسلمين على الشاطئ وبريق أسلحتهم وصهيل خيولهم أرسل لويس كتابا إلى السلطان الصالح أيوب يهدده ويتواعده ويطلب منه الاستسلام وكان السلطان الصالح مريضا مرض الموت وكانت الدولة الأيوبية تحتضر معه بشكل حرثي إغرورقت عينا الصالح أيوب بعد أن قرئ عليه الكتاب ورد عليه يحذره من مغبة عدوانه وجبروته وينبئه بأن باغيه سيصرعه وإلى البلاء سيقلبه ولما وصل رد الملك الصالح إلى لويس برفض الاستسلام قرر لويس بدء عملية الإنزال وبدأ بإنزال القوات الصليبية على بر ديميات كانت القوات تضم نحو خمسين ألف مقاتل وفارسا وضربت للويس خيمة حمراء كبيرة على الشط ونشب قتال عنيف بين المسلمين والصليبيين انتهى بتراجع المسلمين وفي المساء انسحب الأمير فخر الدين يوسف إلى معسكر السلطان في أشموم بعد أن ظن أن السلطان قد فارق الحياة لأنه لم يرد على رسائله التي بعث بها إليه بالحمام الزاجل وترك فخر الدين ديميات خلفه بكل ما فيها من سلاح ومؤنة وأقوات ففزع السكان وفرهم أيضا فروا منها وخلفهم العربان الذين كانوا قد وضعوا في المدينة للمشاركة في حمايتها فعبر الجنود الصليبيون إلى المدينة المهجورة سيرا على الجسر الذي غفلت الحامية الأيوبية عن تدميره واحتلوا ديميات بدون مقاومة حتى إنهم ظنوا بادي الأمر أنها مكيدة من المسلمين واستولى الصليبيون على المدينة بكل ما فيها من سلاح وعتاد ومؤنة وحصن أسوارها واغطبط الفرنج بالاستلاء على ديميات بتلك السهولة لكن لويس فضل التمهل في التقدم نحو الدلتة إلى أن تصل السفن الجانحة في الشام وإلى انتهاء موسم فيضان النيل حتى لا يقع في غلطة الحملة الصليبية الخامسة التي أغرقها فيضان النيل تحولت ديميات إلى مستعمرة صليبية وعاصمة لمملكة ما وراء البحار وصار جامعها الكبير كاتدرائية كبيرة ونصب أحد القساوسة أسقفا عليها وأنشعت الأسواق الأوروبية فيها أما في الجانب المصري فقد وقعت أنباء سقوط ديميات بأيدي الصليبيين كالصاعقة على الناس وانزعج واشتد حنق السلطان الصالح أيوب على الأمير فخر الدين وقال له أما قدرتم تقفون ساعة بين يدي الفرنج وأمر بإعدام نحو خمسين من أمراء العربان الذين تهاونوا وغادروا ديميات بغير إذن وحمل السلطان المريض إلى قصر المنصورة وقدمت الشواني بالمجاهدين والمحاربين والسلاح وأعلن النفير العام في البلاد فهرول عوام الناس أفواجا من كافة أنحاء مصر إلى المنصورة لأجل الجهاد ضد الغزات وقامت حرب عصابات ضد الجيش الصليبي المتحصن خلف الأسوار والخنادق وراح المجاهدون يشنون هجمات على معسكراته ويأسرون مقاتليه وينقلونهم إلى القاهرة ويذكر أن المسلمين كانوا يتسللون أثناء الليل إلى المعسكر الصليبي ويقتلون الجنود وهم نيام ويهربون برؤوسهم ويذكر أن الصليبيين كانوا يخافون من العوام المتطوعين أكثر من الجنود وفي غضون ذلك وصل إلى ديمياط من فرنسا الشقيق الثالث للملك لويس ومعه إمدادات وقوات إضافية وبوصولها تشجع الصليبيون وقرروا التحرك من ديمياط كان على لويس الاختيار بين السير إلى الإسكندرية أو السير إلى القاهرة وقيل له إذا أردت قتل الأفعى فاضربها على رأسها يعني اضرب عاصمة الدولة الإسلامية وفعلا اختر لويس ضرب رأس الأفعى كما وصف فأمر بالسير إلى القاهرة خرج الصليبيون من ديمياط وساروا على البر بينما شوانيهم وسفنهم في بحر النيل توازيهم وقاتلوا المسلمين هنا وهناك حتى وصلوا إلى ضفة بحر أشموم الذي يعرف اليوم بالبحر الصغير فأصبحت مياه بحر أشموم هي الحاجز الفاصل بينهم وبين معسكر المسلمين وحصن الصليبيون مواقعهم بالأسوار وحفروا الخنادق ونصبوا المجانيق ليرموا بها عسكر المسلمين ووقفت شوانيهم بإزائهم في بحر النيل ووقفت شواني المسلمين بإزاء المنصورة ووقع قتال شديد بين الصليبيين والمسلمين في البر ومياه النيل وحاول الصليبيون إقامة جسرا ليعبروا عليه إلى الجانب الآخر ولكن المسلمين ظلوا يمطرونهم بالقذائف كما شرعوا في إكمال الجسر حتى تخلوا عن الفكرة وراحت المساجد تحض الناس على الجهاد انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وصار الناس يتواردون من أنحاء مصر على منطقة الحرب بأعداد غفيرة وهكذا هو الشعب المصري قوي الإيمان والعقيدة مستعد لخوض أي معركة تصب في الجانب الإسلامي وبينما كان الصليبيون يتقدمون جنوبا داخل الأراضي المصرية اشتد المرض على السلطان الصالح أيوب وفارق الحياة بالمنصورة فأخفت زوجته شجرة الدر وفاته وأدارت البلاد بالاتفاق مع الأمير فخر الدين يوسف وهو وزير الدفاع كما يعرف بلغة اليوم أخفت خبر وفاة زوجها حتى لا يعلم الصليبيون ذلك فيزيد عزمهم ويشتد بأسهم وحتى لا تتأثر معنويات الجيش والعوام وأرسل الأمير فارس الدين أقطاع الجلمدار زعيم المماليك البحرية إلى حصن كيفة أرسل لإحضار توران شاه ابن السلطان المتوفى لتسلمه السلطنة ولقيادة البلاد في حربها ضد الغزاة إلا أن نبأ وفاة السلطان الصالح تسرب إلى الملك لويس بطريقة أو بأخرى فتشجع الصليبيون أكثر وظنوا أن التحالف الذي عقدته شجرة الدر لن يصمد طويلاً وسوف يتهاوى عاجلاً ومعه مصر بعد ذلك دل أحدهم الصليبيين على مخائض في بحر أشموم وتمكنت فرقة يقودها الملك الفرنسي مع فرسان المعبد وفرقة إنجليزية يقودها ملك آخر تمكنوا من العبور بخيولهم وأسلحتهم إلى الضفة الأخرى ليفاجأ المسلمون بهجوم صليبي كاسح على معسكرهم في جديلة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من المنصورة وفي هذا الهجوم المباغت قتل فخر الدين يوسف قتل وهو خارج مدهوشاً بعدما سمع جلابة وصياحاً في المعسكر فخرج مباشرةً ولم يلبس لأمته ودرعه وركب فرسه وحمل مباشرةً على الفرنج فأصابه سهم فقتل وأدى الهجوم إلى تشتت الأجناد وتقهقرها مذعورين إلى المنصورة وبعدما احتل الصليبيون معسكر جديل تقدموا خلف الملك الفرنسي نحو المنصورة على أمل القضاء على الجيش المصري برمته بعد أن أخذتهم العزة وظنوا أنهم لا ريب منتصرين أمسك المماليك بزمام الأمور بقيادة فارس الدين أقطاي الذي أصبح القائد العام للجيش المصري وكان هذا أول ظهوراً للمماليك كقواد عسكريين داخل مصر وتمكن المماليك من تنظيم القوات المنسحبة وإعادة صفوفها ووافقت شجرة الدر وهي الحاكم الفعلي للبلاد وافقت على خطة بيبرس البندقداري باستدراج القوات الصليبية المهاجمة داخل مدينة المنصورة فأمر بيبرس بفتح باب من أبواب المنصورة وبتأهب المسلمين من الجنود والعوام داخل المدينة مع الالتزام بالسكون التام وبلعت القوات الصليبية الطعم فظن فرسانها أن المدينة قد خوت من الجنود والسكان كما حدث من قبل في ديمياط فاندفعوا إلى داخل المدينة بهدف الوصول إلى قصر السلطان فخرج عليهم بغتة المماليك البحرية والجمدارية يصيحون كالرعد القاصف وأخذوهم بالسيوف من كل جانب ومعهم العربان والعوام والفلاحون يرمونهم بالرماح والمقالع والحجارة وقد وضع العوام على رؤوسهم طاسات وحاس بيض عوض عن خواذ الأجناد وسد المسلمون طرق العودة بالخشب والمتاريس فصعب على الصليبيين الفرار وأدركوا أنهم قد سقطوا في كمين محكم داخل أزقة المدينة الضيقة وأنهم متورطون في معركة حياة أو موت فألقى بعضهم بأنفسهم في النيل وابتلعتهم المياه وقتل عدد كبير من القوات الصليبية المهاجمة من فرسان المعبد وفرسان الإسبتارية ولم ينجو سوى ثلاثة مقاتلين وفنيت الفرقة الإنجليزية تقريبا عن آخرها واضطر أخ الملك لويس بالاختباء في إحدى الدور ثم قتل هو وقائد الفرقة الإنجليزية وأثناء المعركة راح الفرنج على الضفة المقابلة لبحر أشموم يكدون ويجدون لإتمام الجسر ليتمكنوا من العبور لمساعدة فرسانهم ولكن لما وردتهم أنباء سحق الفرسان وشاهدوا بقايا فرسانهم مدبرين إلى جهتهم والمسلمين في أعقابهم راحوا يلقون بأنفسهم في مياه النيل بغية العودة إلى معسكراتهم لقد كان الأوروبيون يهرولون وهم في حالة من الذعر الشديد وبدرجة جعلتهم لا يتمكنون من إيقاف المسلمين على الإطلاق وبذلك عاد الصليبيون إلى ذات الموقع الذي باتوا فيه الليلة السابقة على الضفة الشمالية من بحر أشموم حيث أداروا عليهم سورا وبقوا تحت هجوم مستمر طوال اليوم وقد اتهم بعض الفرسان لو ستاسع بالجبن والتخاذل وبعد المعركة عقد فارس الدين أقطاي القائد العام للجيوش المصرية عقد مجلس حرب لمناقشة المستجدات فاتفق الجميع على ضرورة الهجوم الفوري على معسكر الصليبيين فقام المسلمون في الفجر بشن هجوم واسع صمد فيه الفرنج ولكنه ألحق بهم خسائر فادحة وفي هذا الهجوم فقد مقدم فرسان المعبد عينه وانطلق الحمام من المنصورة بنبأ الانتصار على الصليبيين بالقاهرة فضربت البشائر بقلعة الجبل وفرح الناس وأقيمت الزينات تحصن الصليبيون داخل معسكرهم ثمانية أسابيع يأملون بانهيار القيادة في مصر حتى يتمكنوا من معاودة محاولة التقدم إلى القاهرة لكن الحلم لم يتحقق وبدلا من انهيار القيادة وصل السلطان الأيوبي الجديد توران شاه وصل إلى المنصورة وبوصول السلطان الجديد تنفست شجرة الدر والأمراء السعداء وأعلن رسميا في البلاد نبأ وفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب وقام المسلمون بنقل المراكب مفككة على ظهور الإبل وبعد تركيبها على الشط أنزلوها في مياه النيل خلف قوات الوس التاسع وبذلك منع وصول الإمدادات والمؤن من البحر المتوسط وديمياط إلى القوات الصليبية التي غدت محاصرة في موقف لا تحسد عليه فلا هي قادرة على الاقتحام جنوبا والتقدم نحو القاهرة ولا هي ممونة من قاعدتها في الشمال واستخدم المسلمون النار الإغريقية في تدمير مراكب الإمدادات الصليبية المتجهة من ديمياط المتجهة إلى قوات الوس المتمركزة جنوب المنصورة كما تمكنوا من الاستلاء على ثمانين سفينة صليبية وتمكنوا من تدمير قافلة تتكون من اثنتين وثلاثين سفينة ولم يمضي وقت طويل حتى كانت قوات الوس قد أنهكت من الحصار والهجمات المتواصلة في النهار والليل وبدأ الجند الصليبيون يعانون الجوع والمرض ويفرون إلى جيش المسلمين بعدما أصابهم اليأس والإحباط بل والشك في الفكرة الدينية التي حملتهم على الانضمام إلى حملة الوس التاسع ضد بلاد المسلمين وعلى الرغم من هزيمة الوس التاسع وانتهاء حلمه ببلوغ القاهرة إلا أنه عرض على المسلمين أن يسلمهم ديميات مقابل تسليمه بيت المقدس وهو عرض كان قد اقترحه السلطان الأيوبي الصالح أيوب على لويس بعد احتلاله ديميات ورفض المسلمون عرض لويس لإدراكهم أن وضعه العسكري لم يعد يؤهله لوضع الشروط ولم يعد يؤهله لعقد الصفقات فالقوة والشوكة الآن للمصريين وللمسلمين وبذلك أصبح أمام لويس التاسع خيار واحد ألا وهو الفرار إلى ديميات وإنقاذ نفسه وجنده وفي عام 1250 وفي جنح الليل بدأت قوات الصليبيين رحلة الهروب إلى ديميات ومن شدة العجلة والارتباك نسي الصليبيون أن يدمروا جسرا من الصنوبر كانوا قد أقاموه فوق قناة أشموم وعندما أحس المسلمون بحركة الصليبيين عابروا فوق الجسر وراحوا يطاردونهم ويبذلون فيهم السيوف من كل جانب حتى وقع الملك لويس وأمراؤه ونبلاؤه في الأسر وسجنوا في دار ابن لقمان في العام نفسه وفي تلك الأثناء كان الصليبيون يروجون شائعة في أوروبا تزعم أن الملك لويس التاسع هزم سلطان مصر في معركة عظمى تبعها سقوط القاهرة بيده وبعدما وصلت أنباء هزيمة لويس التاسع ووقوعه في الأسر ذهل الناس في فرنسا ونشأت حركة هستيرية عيفت باسم حملة الرعاة الصليبية تسببت في قتل قساوسة ورهبان في فرنسا وإلقائهم في نهر السين بحجة عدم مساعدتهم لويس التاسع وتحققت نبوءة الصالح أيوب بأن بغي لويس التاسع سيصراعه وإلى البلاء سيقلبه وقتل في الحملة الصليبية هذه ما بين عشرة آلاف وثلاثين ألفا من الصليبيين وهزيمة الحملة الصليبية السابعة في مصر أثبتت مرة أخرى أثبتت مكانة مصر كقلعة وترسانة عسكرية للإسلام في تلك الأيام فكانت الحملة الصليبية السابعة آخر حملة صليبية منظمة على مصر ولم يتمكن الصليبيون من تحقيق حلمهم باحتلال بيت المقدس وفقد ملوك أوروبا اهتمامهم بإطلاق حملة صليبية جديدة وبعد أن أطلقت شجرة الدر لويس التاسع من أسره مقابل دية كبيرة بعد ذلك غتيل السلطان الأيوبي توران شاه اغتيل على أيدي المماليك الذين دحروا الصليبيين في المنصورة ليصبحوا منذ ذلك الحين حكاما لمصر وبعد قليل حكاما للشام وبعد هزيمة الصليبيين في عام 1250 توزعت الخريطة السياسية والعسكرية في شرق حوض البحر المتوسط توزعت على أربع قوى أساسية المماليك في مصر والأيوبيون في الشام والصليبيون في عكا وساحل الشام ومملكة قليقية الأرمينية وسنتكلم معكم في الفيديوهات القادمة عن كيف انتهت الدولة الأيوبية وبقية هذه السلسلة